اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين الحقيقة قبل بس ما استقبل النجم الكبير وصخرة دفاع كرة القدم المصرية والنادي الاهلي كابتن واي الجمعة خلينا اقول لحضراتكم قرارات مجلس ادارة النادي الاهلي لاتخذت اليوم بعد اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي النهاردة استأول قرار استعرض لمجلس خطة العمل المقدمة من رؤساء مجالس ادارات شركات النادي الاهلي لكل من كرة القدم والمنشآت الرياضية والخدمات الرياضية ووافق المجلس على رأس مال الشركات التلاتة المملوكة للنادي وحصص المساهمة مع اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتأسيس هذه الشركات في هيئة الاستثمار واصدار التراخيص الخاصة بها ايضا الموافقة على شراء الاجهزة الطبية الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي اعتماد تشكيل الاجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي ايضا اعتماد نظم السداد الخاصة لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي سواء العضوية العامة او في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك اعتماد تشكيل الهيكل الاداري للصلاة الجديدة المقرر افتتاحها في فرعي الاهلي بالشيخ زايد واخيرا تكليف الكابتر رؤوف عبدالقادل مدير عام النشاط الرياضي بتقديم كل سبل الدعم والمسندة لابناء النادي الاهلي المشاركين في دورة الالعاب الولمبية بتوكيو طبعا كل التوفيق لكل اللاعبين لعاب النادي الاهلي ولعاب مصر كلهم ان شاء الله في دورة الالعاب الولمبية بتوكيو